يا للحب للقرآن رائدنا وما لنا الأمان البيض لولاه أتذكر كم تزاحمنا نراتله فعلمنا إخاء ما نسعينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نكون معكم في هذا البرنامج دوما برنامج رتلناه ترتيلا مع ترتيل القرآن الكريم الذي أمرنا الله تعالى به في السورة الأخرى في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيل أيها الإخوة والأخوات ستكون قراءتنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من الآية التاسعة عشر بعد المئتين من سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر أو يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما أذن فيهما إثم كبير ومنافع للناس سنقرأ إلى نهاية الصفحة التي تليها إلى 224 في الصفحة الخامسة والثلاثين إن شاء الله تعالى بعد القراءة سنعرض بعض الأحكام التي يسرها الله تعالى لنا أن نأخذها من هذه الآيات التي نقرأها ثم بعد ذلك نستمع إلى مشاركاتكم التي أرسلتموها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتأماق الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم أيها الإخوة والأخوات هذه الآيات البينات من هذه السورة تتناول أحكاما شتى متنوعة متعددة وهذه من خصائص هذه السورة سورة البقرة أن أحكامها كثيرة متنوعة حتى قال ابن العرب المالك رحمه الله تعالى كما مر معنا فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر أو فيها ألف خبر وألف أمر وألف نهي فهي سورة الألوف فيها آلاف الأحكام التي تتعلق بالشريعة الإسلامية وفيها آلاف الأخبار ولذلك هي تسمى بفصطات القرآن الفصطات العسكر يعني المعسكر يعني خيمة القائد خيمة القائد هو الفصطات أو هي الفصطات فلماذا سمي فصطات القرآن هذه السورة بمثابة القائد والرائد لسور القرآن الكريم لأنها اجتملت على كثير من الأحكام الشرعية المتنوعة في أبواب مختلفة وهنا نجد أنفسنا أمام يعني أحكام الأشربة يسألونك عن الخمر والميسر الأشربة وأحكام الله فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه السورة أن شراب الخمر وأن هذا النوع من اللهو الذي هو لهو القمار يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بيّن الله عز وجل أن هذين الخمر والميسر الخمر معروف كل ما خامر العقل وأذهبه وغطى عليه من المسكرات فهذا كل هذا يسمى خمرا وحتى لو أسكر حتى ولو لم يسكر قليله فما دام أن كثيره يسكر فإنه يدخل فيه حكم الخمر سواء كان مشروبا أو كان مأكولا أو كان مشموما أو أخذ بأي طريقة من الطرق فما دام أنه يغيب العقل فهذا يعتبر حراما في الشريعة الإسلامية طبعا من باب أولى يعني ما يذهب العقل من المخدرات التي يتناولها اليوم أو التي يتناولها كثير من الناس اليوم بطرق مختلفة وأما الميسر فهو القمار وهي المعاوضة التي تكون في المغالبات يعني بمعنى أن تكون هناك ألعاب هذه الألعاب يكون عليها معاوضات يكون عليها تعويض عند الخسارة يعني فهذا يعتبر من القمار بشتى النظر أو بغض النظر عن اللعب الموجود قد يكون لعبا في أصله مباحا ولكن متى ما دخلت هذه المعاوضة يعني في المغالبة في هذا النوع من اللهو أو اللعب فإنه يكون حراما قال الله تبارك وتعالى في بداية يعني الحديث عن هذين فيهما إثم كبير والإثم الكبير يترتب من جهة العداوة الناشئة عن شرب الخمور والقمار ونحن نرى كثيرا من الجرائم اليوم يعني يتحدثون عن الجرائم وإحصائيات الجرائم في العالم أنها تتصل دائما بهذين تتصل بالخمر عندما يسكرون وتذهب عقولهم تطيش عقولهم تحصل الجرائم من القتل والجراحات وهتك الأعراض وغير ذلك وأيضا كذلك صالات القمار التي هي منتشرة في العالم هي من أكثر المواضع التي يحصل فيها الجرائم أيضا بسبب المشاحنات التي تقع بسبب المغالبات التي يعني يذهب فيها المال إلى طرف فيخسر الطرف الآخر فينقم على الذي الذي اكتسب هذا المال فهذا أمر مشاهد يعني معايش والقرآن أثبته بعد ذلك إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر أي في شربها أو عند شربها والميسر عند اللعب بها فهذا الشيطان يستغل هاتين الجريمتين أو هاتين العملين من أجل نشر البغضاء بين البشر ثم القرآن هنا في هذه الآية ما نفعا يعني في هاتين الأمرين في الخمر وفي الميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس يعني منافع ينتفع الناس من الخمر من جهة بيعها وشرائها ويعني انبساط العقل ونحو ذلك مما يريده خاصة المأزومون نفسيا ممن يعني يحاولون الترويح عن أنفسهم بشرب الخمور للابتعاد عن الكآبات وما يزيدهم ذلك إلا كآبة وضغطا نفسيا على كل يعني هناك نوع من المنافع يعني وأيضا الميسر فيها كسب المال فالذي يكون ماهرا في اللعب يستطيع أن يكسب كثيرا من المال ففيهما منافع لكن الله قال وإثمهما أكبر من نفعهما وهذا هو الغالب على المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في الجملة قد تكون فيها منافع ولكن الله تعالى يحرمها لغلبة الضرر فيها لغلبة الضرر فيها فإذا الشريعة الإسلامية تنظر نظرة منضوعية للمحرمات والأشياء من جهة أحكامها فهي تثبت المنافع لا تنفي عدم وجود أي نوع من أنواع المنفعة ولكنها توازن بين المنفعة والضرر فإذا تغلب الضرر على المنفعة كان حراما ولهذا بهذا نرد على الذين يشغبون على أحكام الشريعة فيأتون مثلا يتحدثون عن إباحة محرمات مثل إطلاق الحرية الجنسية أو مثل التبرج والسفور أو أي حكم من الأحكام التي تعارض الشريعة الإسلامية فيتحدثون عن منافع ونحن نقول لا تخلو هذه الأشياء المحرمة من منافع ولكن الضرر المترتب على تناول هذه الأشياء أكثر من نفعها فالله سبحث لذلك كما في الشريعة الإسلامية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فإذا الله سبحانه وتعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما طيب هل تم التحريم بشكل واضح؟ لا ما تم التحريم أين كان؟ هناك في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون فكان ذلك نصا واضحا على التحريم ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتامة عن أموال اليتامة ماذا نفعل في أموال اليتامة؟ بيّن الله تعالى ما يتعلق بأموال اليتامة من جهة إصلاحها وبعض أحكامها التي سنعرض لها إن شاء الله ولكن نفتح باب المشاركة بأول المشاركين نبدأ مع أول المشاركين الذين وصلتنا مشاركاتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ما شاء الله الأخ إبراهيم جمال الأخ إبراهيم جمال قراءته جميلة وحسنة والمخارج واضحة فنشكره على هذه القراءة وعلى هذا الإتقان وعلى حسن الأداء أيضا ما شاء الله موفق الأخ إبراهيم جمال ننتقل إلى المشارك الثاني الزبير كامل الزبير كامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يردون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ما شاء الله الزبير كامل أحسنت في القراءة أيضا جميلة ومتقنة وحسنة جدا وأشكره أيضا على هذه القراءة في المقارنة بين قراءة الزبير وقراءة إبراهيم بس فقط في قضية الوقف يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به الأخ إبراهيم وصلها قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والأخ الزبير وقف قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الأفضل الثاني هو الوقف على قل قتال فيه كبير حتى لا يقع الوهم قل قتال فيه كبير خاصة التي بعدها يحتاج إلى نفس طويل وصد عن سبيل الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله يعني هو كبير والصد عن سبيل الله كذلك لكن هنا وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فهذه تتمة الوصف في وصد عن سبيل الله فهو مبتدى يعني هو يعني الواو استئنافية للإبتداء فهنا الأولى الوقف الأولى النقف قل قتال فيه كبير بعد ذلك وصد عن سبيل الله إلى قوله أكبر عند الله نعم وعلى كل يعني لقد أحسن يعني في قراءتهما ننتقل الأخ جمعة صديق الأخ جمعة صديق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوهن حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوف وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصدحوا بين الناس والله سميع علي فتح الله عليك عبد المعيز جمعة صديق أنا لم أنتبه لي تتمة الإسم لأن الذي ظهر عندي في الأول جمعة صديق عبد المعيز جزاك الله خيرا ونشكرك على المشاركة قراءة جيدة قراءة في تأود واطمئنان الجيد أنك عندما انقطع نفسك ترجع إلى الموضع المناسب فتأتي بذلك هذا الجيد بس في كلمة وتصلحوا بين الناس تنتبه إلى الإتيان بالصاد مفخمة بصفيرها وتصلحوا وتصلحوا أيضا الياء التيان بالحاء من وسط الحلق وتصلحوا بين الناس بارك الله فيك الأخ عبد المعيز أيها الأحبة الكرام نعود إلى الآيات الله سبحانه وتعالى ينتقل بنا إلى حكم آخر يعني إذن السؤال الأول كان عن الخمر والميسر عن حكمهما والسؤال الثاني كان عن اليتاما ويسألونك عن اليتاما ماذا نفعل في أموال هؤلاء اليتاما كيف نتصرف فيها كيف نديرها فقال الله تبارك وتعالى قل إصلاح لهم خير يعني أن تصلحوا هذه الأموال وأن تنموها وأن تستثمروها وأن تقوموا فيها بما يصلحوا يعني هؤلاء اليتاما فهذا هو الخير وهو الذي يأمر الله تعالى به وإن تخالطوهم أي وإن رأيتم أن تخلطوا أموالهم مع أموالكم من أجل الاتجار فيها لمزيد مصلحة ولمزيد خير لهؤلاء اليتاما وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين يعني شوف الله عز وجل عول على أخوة الدين فأخوة الدين تغلب أو تتجاوز كل مصلحة وتتجاوز كل يعني تطلع شخصي لدى الإنسان أي غلبوا هذا الجانب أخوتهم لكم في الدين فإذا كنتم تعتبرونهم أخوة إخوة لكم في الدين فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه فالله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح وجوزها عز وجل وأباح خلط أموالهم بأموال القيم عليهم لمزيد يعني خير وربح واستثمار لها ثم قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح يعني الله يعلم من الذي يريد إصلاح أموال هؤلاء اليتامة فيجتهد في إنمائها والحرص عليها وإبقائها بحيث أن اليتيم إذا بلغ أشده واحتاج إلى ماله يجد ماله وقد يعني على أحسن حال لا يجد مالا قد انتقص أكثره وقد تلاعب به صاحبه فالله يعلم يعني مهما أنتم فعلتم في الظاهر أو قمتم في الظاهر سواء خلطتم أموالهم أم لم تخلقوا والله يعلم من الذي يريد إفساد هذه الأموال ومن الذي يريد إصلاحها وإنماءها فإذا هذه إشارة قرآنية مهمة أن الله ينظر ما في القلوب مع الأعمال ينظر الله إلى ما في القلوب من النوايا والإرادات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبشاركم جمع بشرة ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لأنه وراء الأعمال قلوبا الله ينظر إليها ويعلم ما فيها سبحانه وتعالى فلنحذر أيها الأحب الكرام رجالا ونساء نحذر من أن نتظاهر بأعمال صالحة ثم قلوبنا تكون على غير الصلاح أو لا تريد من ذلك الإصلاح فلتكن فلتكن إرادة الإصلاح إرادة ظاهرة وباطنة فلنكن مصلحين ظاهرا وباطنا ونشتهد في ذلك إن شاء الله تعالى فالله يقول والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم أي لو شاء الله تعالى لشدد عليكم في الحكم ولحرم عليكم خلطة هذه الأموال ولكن الله تعالى سهل لكم الأمر يسر لكم الأمر والله عزيز حكيم ثم يعني يبين الله سبحانه وتعالى يعني مسألة أخرى أو سؤالا ثالثا ويسألونك ماذا ينفقون شف ثلاثة أسئلة في آية واحدة السؤال الثالث في نفس الآية ويسألونك ماذا ينفقون أي ما هي النفقة التي ينفقونها من أموالهم قل العفو أي ما زاد على حاجتكم العفو هنا بمعنى الفضل يعني ما فضل ما فضل عن احتياجاتكم أو على احتياجاتكم التي تحتاجونها في مطعمكم ومشربكم ومسكركم وسائر احتياجاتكم فما فضل عن ذلك يكون الإنفاق منه إذن هناك نفقة واجبة لا ينبغي لنفقة الواجبة أن تطغى على النفقة المستحبة فالنفقة الواجبة ينبغي إمضاؤها والحرص عليها ثم ما فضل عن ذلك يكون يعني نفقة وصدقة يعني يتصدق بها الإنسان كذلك يبين الله لكم الآيات يعني كذلك الله يوضح لكم الأحكام الشرعية من خلال هذه الآيات القرآنية توضيحا لا يكون معه لبس أبدا لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون أي لعلكم تعملون عقولكم بالفكر في هذه الآيات والأحكام لعلكم تتفكرون وهنا المصحف الكوفي جعلها رأس آية مع أن التي بعدها ظرفان مرتبطان بقوله يتفكرون لأنه بعدها في الدنيا والآخرة طبعا هناك مصاحف أخرى كالمصاحف المدنية فإنها تجعلها آية واحدة لكن هذا الفاصل يعني في جعلها رأس آية للتنبيه إلى أن هذا الفكرة في هذه الآيات يعني كما أنه يشمل يعني التفكير يعني هو ينصرف إلى التفكير في هذه الآيات التي مضت كذلك أيضا يتخطى الفكرة في هذه الآيات إلى التفكير في حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة يعني فالوقف على يتفكرون هنا يعني له متعلقان متعلق قبل الآيات التي مضت ومتعلق بعدي فالوقف على رأس الآية أفاد هذا أفاد يعني أن 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 الكلام قد يتم هنا على اعتبار يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتفكرون في هذه الآيات وأيضا تصلح تتفكرون لما بعدها في الدنيا والآخرة والتفكر يعني في الآيات من جهة بيان عظمة الله واكتشاف أسرار الأحكام التي انطوت عليها أو تضمنتها هذه الآيات الربانية تتفكرون في الحكمة التي تأخذونها من وراء هذه الآيات ثم يقول ذلك طريقا وسببا لكي تتفكروا في حقيقة الدنيا والآخرة أن تعلموا أن هذه الدنيا ليست بدار مستقر وأنما الحياة الحقيقية ما يكون في الآخرة وأيضا يعني ليكون ذلك مجالا لكي تتفكروا يعني في خلال ما ما أنتم عليه من القيام على أموال اليتامة فهؤلاء اليتامة آباؤهم سبقوكم وخرجوا عن الدنيا فالدنيا يعني لا يستقر فسيحصل لكم ما حصل لهم وإنما العبرة بما في الآخرة فإذا كانت العبرة بما في الآخرة فينبغي أن نكون صالحين مصلحين وأن نعد العدة بالتزام هذه الأحكام والقيام بهذه الآيات حتى نسعد في الدنيا والآخرة إذا لعلكم تتفكرون تصلح أن تكون لما قبلها ولما بعدها والله تعالى أعلم ثم جاءت مسألة أخرى أو سؤال آخر ومناسبة السؤالات التي سألها الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها القرآن معدودة محدودة وكان هذا السؤال منهم في أول الأمر قبل النهي عن كثرة المسائل كما قال أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله أو فيسأله عن شيء ونحن نسمع فالرسول عليه الصلاة والسلام نهي الصحابة الذين كانوا قديبين منه عن أن يسألوه بعد ذلك قلت السؤالات فالصحابة رضوان العالم من أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما حكى القرآن عن سؤالاتهم إلا ثمانية أسئلة أو نحوها والله أعلم فهذا السؤال أيضا آخر السؤال الرابع ويسألونك عن أليتام لعلنا تجاوزنا كان الأصل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم ثم جاء بعد ذلك السؤال عن اليتامة نعم ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إذن حتى ما يختلط علينا الأمر بالنسبة للآيات الله سبحانه وتعالى ذكر عن الصحابة أنهم سألوا عن الخمر والميسر ثم السؤال الثاني كان عن عن الإنفاق عن ماذا ينفقون قال الله العفو ثم السؤال الثالث كان عن عن اليتامة إذن ثلاثة أسئلة وليست أربعة أسئلة لعلكم تتفكرون متعلقة فيما قبلها بالسؤالين في قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك ماذا ينفقون أما يسألونك عن اليتامة فإنه متعلق بعد ذلك ختام الآية إن الله عزيز حكيم إذن ويسألونك عن اليتامة ماذا نفعل في أموالهم بيّن الله كما ذكرنا قبل قليل بالإصلاح أن نصلح هذه الأموال ولا بأس أن نخلطها بأموالنا من باب إصلاحها والله يعلم ما في القلوب أو منطوت علي هذه القلوب من يعني إرادة الإصلاح ثم جاءنا حكم آخر ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حكم نكاح غير المسلمات أو حكاح إنكاح غير المسلمين يعني أما حكمان متعلقان بنكاح غير أهل الإسلام هل يجوز للرجل أن يتزوج المشرك وهل تجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج المشرك أما عن الحكم الأول فالله تعالى قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أي لا تنكح عابدات الأوثان والأصنام من المشركين ويعني أيا كان كانت آلهتهم في الشرك التي يدعونها من دون الله سواء كانت أصناما أو أوثانا أو كواكب أو أحجار أو أيا كان ما دام أنهم أشركوا آلهة مع الله فهم من المشركين حتى حتى يؤمننا أي هؤلاء المشركات حتى يدخلنا في الإسلام ولأمة مؤمنة أي جارية غير حرة ولكنها مؤمنة خير من مشركة خيرا خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم ولو كانت المؤمنة هذه دميمة أو قليلة المال والمشركة جميلة وكثيرة المال ولها حسب ونسب إلى آخر ذلك ولو أعجبتكم أي مهما كان إعجابكم بهذه المشركة المشركة وهذا الحكم في حرمة الزواج من المشركات خصة خص منه نكاح الكتابيات من اليهوديات والنصرانيات وهذا التخصيص جاء من سورة المائدة قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن الآية فالمحصنة العفيفة من أهل الكتاب يجوز للمسلم أن يتزوج بها لكن بشرط أن تكون عفيفة يعني لا تكون زانية لا تكون من من بنات الليالي والهوى والمتعرضات بعرضهن والتأكل بعرضهن ثم يأتي الإنسان ويتزوج بها لا يجب أن تكون عفيفة فإذا كانت عفيفة جاز للمسلم أن يتزوج بها وأما الحكم الثاني حكم زواج المسلمة من الكافر أو المشرك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا تنكحوا هنا قال قال الله ولا تنكحوا لأن الذي يقول يقوم بإنكاح نفسه هو الرجل تنكحوا أنتم هنا قال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا دل هذا على وجوب الولي لأن الله هنا يخاطب من يخاطب الولي ما قال ولا تنكحن المشركين ما خاطب الله تعالى المرأة وإنما خاطب الله الرجل لأن الرجل هو المسؤول عن تزويج موليته ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا أي حتى يدخلوا في الإسلام ولا عبد مشرك ولأن يكون عبدا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولأن يكون عبدا لكنه مؤمن خير من مشرك حر ولو أعجبكم هذا المشرك لماله أو جاهه أو حسن منظره إلى آخره لماذا علّل الله تعالى ذلك بقول أولئك المشركون والكفار يدعون إلى النار أي يكونون سببا من أسباب دعوة أزواجهم إلى النار بما يعني يفعلونه ويقومون به من أنواع الكفر ومظاهر الكفر والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله حين يأمركم أن تتزوجوا من المسلمات أو أن تزوجوا يعني المسلمات المسلمين أو أن يكون للمسلمين فقط أهل الكتابيات والله يدعو إلى الجنة أي بأمركم بهذه الأحكام وبإلزامكم بها فإنه يدعوكم إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي لا تحسبوا أنكم حين تقومون بهذه الأعمال أنكم تعولون عليها دون مشيئة الله تعالى كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالمشيئة عند الله عز وجل ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أيها الأحب الكرام يعني نأخذ أيضا مشاركين بما أرسل من المشاركات إن شاء الله عيسى موسى إبراهيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المسقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الأخ عيسى قرأ سورة الفاتحة جزاك الله خير يا أخ عيسى وسورة الفاتحة هي الأهم والأهم هو مع حسن الصوت محاولة الانضباط لأحكام التجويد سورة الفاتحة مهمة وأنا أنصحك الرجوع إلى الحلقة الأولى من حلقات ورتناه ترتيلا فقد وقفنا على أحكام الفاتحة فيما يتعلق بطريقة التلاوة فارجع إن شاء الله تعالى إلى سورة الفاتحة هنا الحمد لله رب العالمين هنا العالمين لا يجوز أن نمد الألف أكثر من حركتين ما نقول العالمين العالمين حركتين فقط لأنه ما الطبيعي كذلك الرحمن الرحيم ما نقول الرحمن الرحيم حركتين فقط هنا تنبيه مهم جدا في الفاتحة نبهنا عليه في الحلقة الأولى ملاحظة مهمة يجب الرجوع إليها في الحلقة الأولى إياك نعبد وإياك نستعين لا بد من تشديد الياء في إياك إياك أما قراءة إياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك أشبه ما أنها تكون من غير تشدة هذا خطأ هذا خطأ ولحن جلي لأن بعضهم يقول إن إياك في بعض اللغات يعني عين الشمس فهذا تغير المعنى تماما فحتى يكون هذا يعني الضمير الذي هو عائد إلى الله المولى جل جلاله إياك نعبد تشديد الياء أنصحك أن ترجع إلى الحلقة الأولى التي بينا فيها أحكام الفاتحة وهذه دعوة إلى كل الإخ والأخوات أن يتقنوا سورة الفاتحة وجزاء الله خيرا الأخ ذكرنا بأهمية يعني التلاوة أو يعني تصحيح التلاوة في سورة الفاتحة لنتقل بعد ذلك إلى المشارك الأخير في مشاركته إن شاء الله تعالى نعم أحب بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ما شاء الله ما شاء الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هاتحفنا بهذه المشاركة وبهذه القراءة والتي قرأ فيها الآيات يسألونك عن المحيض يقول هو أذن وكنا نود أن نستطرد للحديث عن أحكام الحيض ولكن كما قلنا لسنا بصدد أن نتحدث عن كل أو أن نأتي على كل ما يتعلق بأحكام الواردة في الآيات التي نقرأ وإنما نتخير منها ما يناسب الوقت أيها الحب الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى في ختامها أن يبارك لنا في مجلسنا هذا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر